استخدم الفيزا ربعمية وستين مرة تفاصيل سرقة مصفف الشعر هيسم دهب على ايد مساعده كشفت التحقيقات في القضية رقم تلات تلاف سبعة وتلاتين الف مية وتسعة الفين وتتة وعشرين جنح الهرم تفاصيل تعرض سرقة مصفف الشعر هيسم دهب والاستلع على مبلغ مالي قدر ربعمية وستين الف جنيه من بطاعة الاتمان الخاصة به واضحة التحقيقات ان المتهم يعمل في احد فروع مصفف الشعر هيسم دهب واسمه محمد صاد الشهيد بسلطان واستغل سقط المجنع عليه واستخدم بطاعة الاتمان الخاصة به باحد افرعه لسرقة امواله واضحة التحقيقات ان المتهم استغل ثقة مصفف الشعر هيسم دهب واستغل معرفة رقم السرل لبطاعة الاتمان الخاصة به وعن طريق طلب صحب مالي ثم اعادة البطاقة له مرة تانية واشتغل تحقيقات ان المتهم استغل غياب المجنع عليه مصفف الشعر هيسم دهب لصفره لانهاء عمله باحد المورجانات الشهيرة في احدى الدول العربية وقال محامي محمود السمري ان المتهم اكتشف وقعت السرقة ان المجنع عليه اكتشف يعني وقعت السرقة بعدما تلقى استعلامات من البنك عن قيمة المبايغ المالية المصحوبة من بتاعة الاتمان تصل لربعمية وستين الف جنيه وتابع السمري بان البنك يفاجأ مصفف الشعر بانه لا يرسل تفاصيل المعاملات الخاصة الاقل من مبلغ الف جنيه وان المتهم استغلت ذلك بعدم ارسال البنك معاملات السحب لاقل من الف جنيه وبدأ فيه تنفيذ مخطط جريمته عن طريق ان يسحب مبالغ مالية اقل من الف جنيه في المعاملة في كل مرة يعني واكتشف السمري ان المتهم استغلت من الفيزا الخاصة لمصفف الشعر هي سمدها بربعمية وستين مرة سولة خلالها على ربعمية وستين الف جنيه خلال فترة الاستلاء على بطاقة الاتمان ترجمة نانسي قنقر